طبعا كل تركيز الشارع المصري والأهلاوي على يوم السبت الساعة 8 مساء لكن قبل ما ابدأ احنا النهاردة الحلقة بتاعتنا هيبقى فيها حاجات مميزة كتير قبل ما ابدأ احابب اقول حاجة بسيطة جدا احنا الأهلي احنا تعلمنا في الأهلي نركز بس على المركز الأول وعلى المديلية الذهابية وعلى البطولات الأهلي علمنا نشجع فريقنا وندعم لعبتنا ونفوقهم دايما ده دور جمهور النادي الأهلي اللي عارف دوره كويس قوي ورايح يوم السبت يعني انا كان نفسي كون متواجد في الأستاذ بس للأسف مصر كلها طلبوا من تذكر انا اصلا مش رايح مش لاقي دعوة ولا تذكر روح معرفتش اجيب للأسف يعني لكن دور كل الناس اللي في الأستاذ الدعم الكامل للعبت الأهلي دور كل الأهلوية سواء على منصات التواصل الاجتماعي سواء الإعلام الأهلاوي منصات الأهل الرسمية قناة الأهلي موقع الأهلي مركز الأهلي كل دورنا هو دعم فرقة النادي الأهلي ودعم 11 لعب اللي هيبدأ يوم السبت الساعة 8 ده الدور الأساسي لكل منظومة النادي الأهلي الأهلي كمان عودنا من العبته على قدر المسئولية عارفين طموحات جماهيرهم كويس قوي كل لعبت النادي الأهلي عارفين ومجربين ده قبل كده وهم ما خذوا لهماش قبل كده الحقيقة يعني كان كل واحد فيهم على قدر المسئولية في كل البطولات اللي فات عندهم شغف للبطولات احنا الأهلي صاحب الأرقام القياسية لكن كل الأرقام اللي اتحققه دي مش كفاية جمهور الأهلي ما بيشبعشوا بطولات دي طبيعة جمهور الأهلي يعني مش أي حد يتحمل يلعب في النادي الأهلي لأن النادي الأهلي جمهوره ليه طبيعة خاصة جدا احنا ما بندورش الأرقام القياسية دي انتهت بالنسبانا وبندور على الجديد منها هي دي مشكلة اللي يلعب في الاهلي خلاص الأرقام القياسية بقت ناضي ودايما بتدور على البعده عايزين بطولات جديدة عندنا بورا 90 دقيقة كلنا عندنا هدف واحد بس دوري أبطال أفريقيا للمرة الاثناشر في تاريخ النادي الأهلي عندنا 90 دقيقة تشجيع حماسي بكل التزام ودي طبيعة جمهور النادي الأهلي عندنا مباراة محتاجة مبجهود من كل اللعبين عندنا مباراة محتاجة شغف وشغل عندنا الطبيعة بتاعت اللعيب الأهلي وشخصية البطل هي دي اللي احنا محتاجينها عندنا بطولة عايزينها تفضل هنا في الجزيرة جمهوركم واصق فيكم وهيشجعكم وفي ظهركم دايما وإحنا عارفين المسئوليات اللي على عيبة النادي الأهلي وعارفين إنهم قد المسئولية دي إحنا كل اللي يهمنا هي الـ 12 وهنفكر في الـ 13 بعدها كان العالي يعني بس إحنا اللي قدامنا 48 ساعة على بداية المباراة 48 ساعة بالضبط بالضبط 50 ساعة من دلوقتي إحنا الساعة 6 الناطش هيبقى الساعة 8 50 ساعة إحنا في انتظار صافرة الحكم لبداية نهاية دوري أبطال أفريقيا واستاذ القاهرة اللي هيتملي بجمهور النادي الأهلي وكل جمهور النادي أهلي اللي جهوه الإستاد واللي برا الإستاد وفي كل ما عندهمش غير حاجة واحدة بس الحضاء الشهر اللعب اللي في الملعب دولا هم اللي انت هتدعمهم كل الدعم اللي ليه نصيب يشارك اللي ليه نصيب ينزل بعد كده في الشوط الثاني كله هيلقي الدعم دي جمهور النادي الأهلي ودي طبيعة شخصية البطل اللي عودنا عليها النادي الأهلي بالمناسبة إحنا كل نهاي بنقول نفس الكلام وكل نهاي هدفنا نفس الهدف هو المركز الأول طموح النادي الأهلي مش أن انت توصل للفاينال لا احنا بنوصل للفاينال بقى لنا 9 سنين أو 8 سنين كل سنة إنما الماتش اللي انت ما بتكسبوش في الفاينال وما بتاخدش في البطولة انت ولا كأنك عملت حاجة طول البطولة هي دي طبقة النادي الأهلي شخصية البطل أسلوب حياة جمهور النادي الأهلي اللي بيدور خلاص خد البطولة النهاردة بكرة هدف البطولة اللي بعدها احنا قدامنا يومين على 90 دقيقة هم أهم 90 دقيقة في الموسم ده طبعا كل البطولات اللي بخشها الأهلي هدفهم ان هو ياخد فيها المركز الأول طبعا لكن أهم بطولة مع شوكة جمهور النادي الأهلي هي الأميرة الصمرة الأميرة الصمرة اللي احنا بنستناها من السنة للسنة والماتش ده احنا بنستناها من السنة للسنة مستنيينكم تفرحونا ومستنيين لعبة الأهلي اللي على قادر المسؤولين ان هم يفرحونا